اهلا وسهلا بكم سيداتي الساداتي في العدد الافتتاح لبرنامج اللقاء اليوم والذي سيجمعنا بأحد خبراء الاقتصاد الذي كان شاهدا على مرحلة مهمة من حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وسيكون الحديث اليوم خاص بالقطاع الاقتصادي لنوضح بكل بساطة كيف تم نهب المال العام كيف تمت بكل بساطة سرقة ملايير دينارات بل والدولارات من الخزينة العمومية وحتى من جيوب الجزائريين كيف تلاعب حدد مثلا بصفقات عمومية من هي الأطراف التي شاركت حدد في استغلال تلك الصفقات سنتحدث باختصار سيداتي ساداتي أين ذهبت الـ 1200 مليار دولار خلال 20 سنة لكن قبل هذا سنتحدث أنه كشف موقع أبورس المختص في شؤون الاقتصادية والمالية أن شركة موبيليس ستتحصل على رخصة الرابعة في مالي هل هو استثمار ناجح أم مجازفة غير محسوبة العواقب سنتحدث عن تحويل أموال لاستثمارها في الخارج ماذا يقول القانون؟ كيف هذا؟ كل هذا ستتابعونه في هذا اللقاء أرحب بضيفي سيد ياسين مرزوقي أهلا بك سيدي مرحبا وشكركم على الاستضافة لا شكر أيها واجب سنبدأ الحديث بموبيليس أين كشف موقع أبورس المختص في شؤون الاقتصادية والمالية أن شركة موبيليس ستتحصل على الرخصة الرابعة في مالي وأوضح ذات الموقع أن موبيليس متفوقة في الترتيب على شركات مالية وأضاف ذات المسدر أن موبيليس عرضت 57 مليون دولار لشيراء الرخصة مشيرا إلى أن أول متعمل الهاتف النقل في الجزائر التزم باستثمار 250 مليون دولار في خمس سنوات 250 مليون دولار سيدي لكن قبل هذا 57 مليون دولار 57 مليون دولار كثمن شيراء الرخصة يعني هل هو استثمار مربح ناجح أم هي مجازفة مالية يعني أول مرة أظن أن شركة ستستثمر بشكل مباشر في الدولة أجنبية هذا صحيح لأنه بالمقارنة مع قطع المحروقات وأن سوناتراك عندها استثمارات في الخارج لكن في كل مرة تدخل كمساهم ممثلين سوناتراك ممكن يكونوا أعضاء مجلس الإدارة أو فقط في الجمعية العامة مع هذا شركة SBC لاندروين سوناتراك هي اللي تسير لكن هذي مكتب صغير للبيع والشراء المحروقات يعني تحط الأموال وتتفرج لا تتدخل في التسير مثلا صحيح الحدث هذه الأيام هو كون قطع الاتصالات ره يعوض العاجز الموجود عندنا في الاستثمارات خارج الوطن فموبيليس شركت في المناقصة للحصول على الرخصة الرابعة فكانت في منافسة مجمع مالي محليين يعني وكانت متفوق عليهم كثير كثير من ناحية التقنية يعني من في التقنية موبيليس كانت قيل كثير وهذا اللي خلهم يكونوا في المرحلة هذيك اجتازوها بنجاح المنافسين الماليين مكنوش في المستوى تقنيين ولهذا تم إقصائهم على مستوى اللجنة اللي مكونهم 14 يعني ما من اللي عندهم الرخصة الثالثة والثانية أقصيوا؟ لا مشاركوش في المناقصة عندهم الرخصات الأولى والثانية والثالثة مشاركوش المنافسين تع موبيليس كانوا مجمع محلي يعني ماليين يبقى العرض المالي موبيليس قدمت 57 مليون دورار عرضت هذا المبلغ لشراء الرخصة وكذلك التزمت باش نكون عندها استثمار على مدار خمس سنوات 150 مليون دولار صحيح يعني سي شفر امورتان كمان شفر امورتان شفر امورتان شفر امورتان لكن قبل ما انتكلم على هذا يعني حصريا هذا الخبر يسمعوها المشاهدين الكرام على قناة الحياة هو ان الدولة ما رح تخرج حتى سنتيم يعني كيف 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 الدولة سمحت الموبيليس باش تخرج هذه 57 مليون دولار ما فيها هتا نقاش هذه لازم يدفعها كذلك هناك مصاريف رأسمال الشركة لازم يدفعها المالية يعني هذه تديها الحكومة المالية يبقى مصاريف واحدة اخرى البنك المركزي يسمح فقط باش نقله اموال للمالي راح تكون رأسمال الشركة يعني الفرع نتع موبيليس يكون في مالي اما الفرع 250 مليون دولار المتبقية هذيك نتعلي استثمار الدولة ما راح تسمح بالنقل حتى سنتيم يعني على موبيليس تشوف كيفاش تتصرف وتحضر المبلغ هذا كيف 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 هنا تدخل العبقارية هنا تدخل العبقارية موبيليس هل ستبدأ الأرباح مباشرة بعد بداية باش يكون عندك استثمار تقدرش تروح هكذا تدخل ومعندكش منظومة كاملة لازم تستثمر اذا من بعدها بعد ما يتم الاستثمار هذا باش تبدأ تجني الأرباح فقط في مرحلة الاستثمار موبيلي صراحة تفاوض مع الزيكي بمونتي الناس اللي راح يعطوها عاتاد ومن بعد تخلصهم بالعقل يعني هذي تجربة جديدة يعني قال حبيت يعني ماشي استخرجنا من الاستثمار التقليدي حبيت دير مغامرة في المالي تفضل مغامرة تسميها مغامرة يعني يعني نهدر لك المنطق اللي رايت تكلم به الحكومة ولا البنك المركزي حبيت تغامر سي موبيليس تفضل بالصح أنا ما نخطي لكش ما نعطي لكش أموال جزائرية نتدها ستتمرها موبيليس ومجمع اتصالات الجزائر دخلوا في هذا المنطق هذا وراحين يوفروا 250 مليون دولار على شكل مشي قروض كلاسيكية من البونوك ولا يتفهموا مع الناس اللي جهزوا لشركة في مالي هما يلتزموا معهم بلي يعطوا لهم العتاد وفيما بعد يبدوا يخلصوا يعني على شكل قروض من طرف بونوك المالية مثلا لا ماشي بونوك ما يدخلوش بونوك أصحاب التجهيزات راح يمدوا التجهيزات لموبيليس مالي وفيما بعد يخلصوهم بالعقل كي تبدأت تدخل لا دكو يعني نوضحه كذلك نقطة فيما يخص احنا نعرف موبيليس هاتف النقال فقط لكن هذه كي اسمها الرخصة هذه تتضمن الهاتف النقال الهاتف الثابت الانترنت وكذلك الموبايل بايمنت يعني يوليوا الناس يخلصوا الفاتورات انتحموا كل المعاملات يكتم عن طريق الموبايل يعني موبيليس ستتحول إلى بنك بنك يدير التعاملات عن طريق الهاتف النقال كذلك فيها الرخصة هذه استغلال الانترنت والاتصالتها بشكل عام عن طريق الساطل الجزير كما تعلمون عندها زوج أقمار صناعية قرنا نستغلهم من هنا في الجزير لكن تلاحظ أن الكومسات سيغطي منطقة الساحل إذن لماذا لا استغلالوا في هذه الرخصة؟ يعني ستدخل بقوة وتعهدت موبيليس أنها ستقسم على أربعة الأسعار المتداولة الآن في الانترنت في مالي؟ في مالي أنت مثلا تقول أنها ستكون بنك بنك إلكتروني هذا السيرفيس ليس متوفر في الجزائر هل عندها خبرة لتطور في مالي؟ كنا نتكلم عن العبقارية دركن نقول لي ونتكلم عن الغباء داك نحن الحكومة هذه خايفة من المتعاملين منطقة الهاتف النقال يتحولون إلى بونوك لديك موبيليس لديك رأس مالها كله 100% للحكومة جيزي 51% للحكومة يعني حتى بالنسبة المتعامل الثالث ممكن تكون ضوابط كما معمول بها في العالم كامل يعني حاجة بسيطة يعني كما نقعد في موبيليس يعني أول مرة نخرج من الاستثمار التقليدي أو من عمليات التصدير والاستيراد هذا ليس فقط تصدير سيكون استثمار مباشر مباشر يبقى المشكلة على الأموال سيكون 57 مليون دولار سيكون تحويل مباشر من قنوات الرسمية صحيح ولكن 250 مليون دولار سيكون من المشاهدين بعض الانتقادات للموبيليس يقولون بأن كيف يتم أزمة كيف أزمة مالية كيف يمكن أن تحول أموال الخزينة العمومية للخارج ولكن لذلك 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 هذه 57 مليون دولار في ميزانية حكومة لا يوجد شيء يتقلق منذ أيام كانت الجمعية العامة مع اتصالات الجزائر وموبيليس وكلها وتم رفع رأس مالها هذه الشركة التي تبع القطاع هذا بقيمة مليار ونصف دولار يعني رأس مال الشركة ارتفع مليار ونصف دولار يعني عند هذه الشركات رغم حرق وأرباح ونقولها أنه كانت من سنوات موبيليس كانت الأخيرة في كل مجالات سواء من حيث الشفردفار ولا عدد المشتركين اليوم نقولها بكل فخر أنه موبيليس رهي الأولى والرائدة مغاربيين وإن شاء الله ربي يوفقهم كيف تبني هذا الحكم يعني هل الشفر أو لا؟ نرى نعطيكم أرقام من أمس الأمس تجوزت موبيليس في رقم أعمالها تجوزت مليار دولار في وقت وين رهي القطاع هذا يعاني الصعوبات والمنافسة الشريسة رقم رسمي هذا مليار دولار هذا أمس كبير جدا كبير جدا نعم وممكن أن يكملوا في حدود 150 مليار و 150 مليون حتى 200 مليون دولار يعني رسمي هل هذه الموبيليس التي قالت هذا الشفر مليار دولار نعم تفضل رسمية تفضل كذلك من حيث عدد المشتركين أمس أول أمس معذرة أول أمس موبيليس كان عندها 21 مليون ونصف مشتركين رقم خيالي بالمقارنة مع ما كان نعمول به الآن صبحت موبيليس أكبر متعامل في المغرب العربي وإن شاء الله رب يوفقهم إطاراتنا هذه يجب عليهم ثقة وإن شجعهم لإدخلوا السوق الإفريقية ولماذا لا يصبحوا من عمالقة هذه القارة سيد ياسين مرزوغي سألتك ما جاوبني نسيين جورة موبيليس سيكون موبيليس سيكون موبيليس سيكون سيكون موبيليس أحسن في مالي البنك المعلوماتي لماذا هذه موبيليس لا يمكن أن الإنترنت الأضعف في الجزائر تحت المراتب الأخيرة من قوة التدفق الإنترنت من حيث المال تلك أرقام لدينا سيبغة خبر منظمة عالمية سيد منظمة عالمية تصلي في المراتب الأخيرة تفضل نحن كان عندنا مشكلة ودرك نتحدث عنها بالصح من 2019 30 سبتمبر يعني هذه إحصائيات نعطيها كرسمية الجزائريين مشتركين عند موبيليس استهلكوا 17 مليار ميجا ميجا يعني رقم خيالي نحن الجزائريين نستهلكوا كثيرا في الفيديو يوتيوب في المرتبة الثانية على المواقع التي يزورها الجزائريين معناتها تعطي له الفيديو يشدها بالربعة سوية أو خمسة هذا يستهلك ويعطل الشبكة يعني تتقال الشبكة إذن هذه المغالطات أنا ما أنشقان هذه المغالطات كان أعداء موبيليس ليس منافسين هنا وإنما الناس التي كانت لديها مصالح ناوية تكون لديها مصالح في الجزائر هنا في قطاع الانتصال نعود إلى الأياد الأجنبية لا 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 الجزائر تزوج كوابل مع إيطاليا يعني من الجيل القديم لكن لديها إذا قامت كابل من الجيل الجديد إلى الكابل الدولي وقامت واحدة أخر مع إسبانيا والأسبوع الذي يأتي إن شاء الله ممكن أقصى تقدير عشر أيام سيتم تدشين كابل جديد بسرعة تدفق من الجيل الغربية من وهران إلى فالانس في إسبانيا يعني هذا يمد طاقة 15 تيرا يعني 15 ألف ميجا في الثانية يعني نعم يعني ما نوكله به إفريقيا كاملة كانت طاقة النقل صح طاقة النقل لكي نجيبه الإنترنت للجزائر الآن هذه الطاقة متوفرة يبقى تحسين الخدمات واليوم مثلا يقول لك اتصالات للجزائر اللي راه يجيبه للإنترنت تعاقدته مع كوجنت متعامل أمريكي هو اللي يجيب درك البرانسيبال للإنترنت يعني رحمة الثالث عالميا شكول اللي مدىش الحصة فيها ونحن نجاوبك ماما وفرنسا مدىت والو فرنسا أورانج أورانج كانت عندها مصالح كبيرة هنا كانت هي اللي تسيهرنا نظام الفوتراء وبعدين في 2018 تم التخلص من الشركة كانت تديرنا نظام الفوتراء وجبنا نظام جديد صنعته الشركة صينية إذن فرنسا ما هي شرح تسكوت وشوف وسائل الإعلام كلها اللي راه تضرب في موبيليس وتضرب في القطاع كامل من الاتصالات كلها فرنسية يعني تحسين خدمات الانترنت في الجزائر فرنسا تتدخل يعني في أشياء كان مشروع كابل شوف كابل تعجيزي كان ممدود حتى المارسي ثم يكمل بلجيكا ثم كان اختلاف حول وقفه حكومة وقفته لأسباب وكان مشروع مد كابل ثاني بين الجزائر ومارسيليا وتم توقيف الحكومة قتلا وهذه تدخل فيها اعتبارات أمنية واعتبارات واحدة أخرى على هذا نقول لك فرنسا هي التي تغذي في هذا الحقد على كل ما هو جزائري وكل ما هو نجح في الجزائر نسي أستاذي نسيسوا شوية الموضوع يعني هذا الاستثمار في دولة مالي الشقيق يعني هي رح يكون خلق مناصب شغل رح يكون خلق ثورة ثروة رح يكون تقوية العلاقات هل يعني الجزائر بهذا ليس موبيليس فقط الدولة بما أن موبيليس تابع للحكومة هل حكومة الجزائرية لأن قطع الاتصالات قطع مهم جدا واستراتيجي حساس هل هي حبا سين بوزي ولا سين فيلتري بلوس في الساحل خاصة في منطقة الساحل هل تريد الجزائر أن تتموقع أكثر في منطقة الساحل من سنوات ونحن نتكلم على إفريقيا لكن عمليا ما درنا ولو اليوم رحنا بمشروع حقيقي مشروع رح يوظف الإطارات المالية خاصة أنه عدد هائل منهم قرأوا في الجامعات الجزائرية ويعرفوا العقلية الجزائرية يعرفوا كيف يتصرفوا معنا يعرفوا كيف يتصرفوا معهم هذا عامل كذلك حتى موبيلس لما تقوم بعرض مثلاً شريحة مع هاتف نقال رح يروح من الجزائر معناتها اللي يصنعوا الهاتف في الجزائر قادرين يستفادوا من هذه كوندور مع بلشنا إيريس المصنعين الجزائرين سيستفادوا من العملية هذه كذلك من ناحية الاستراتيجية من ناحية الاستراتيجية خاصة ستقوّل العلاقات بين الجزائر يعني تصور أنت واحد شاب من المالي يجي يقرأ في الجزائر يتخرج ومن ثم يسمع بللي شركة جزائرية جات هو اللو اللي رح يبعث في السيفي تاعه ويعرض على الشركة الجزائرية أنه يخدم عندها يعني توظيف تقوية العلاقات كما راه هدرك ما عدا الجيش عن طريق برنامج سيموك يعني اللي كان علاقات مباشرة مع الجيش المالي يعني في إطار الدول الخمسة للساحل ما عندناش يعني شراكة فعلية مع الشعب المالي ما لديه طبيع سياسي هذا الاستثمار نعم 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 من أين من أه نعم توقفت لي أسباب فشل لم يكن لدينا بانك لتمها يعني موبيليس دركوا يقولوني بانك رقمي رح يفتح المجال يعني حتى المصدر انتعنا يبعت السلعة قال فارسي هل يدي موبيليس ويجي استلم أمواله اللي هنا في ظرف نص ساعة يعني المعاملات اللي كانت بكرية تضرب شهر شهرين والعرق البيروقراطية قادر للمتعامل انتعنا يطلب من الناس اللي باع لهم السلعة يحولوها عن طريق موبيليس موبيليس تحولها للجزائر ويذهب يستلم يعني بنك رقمي يعني بنك رقمي وهذه ممكن انتجع لفتح أسواق إفريقية من خلال العملية هذه اللي لازم تزيد التطور يعني ربما راح يكون باب لاستثمارات أخرى سيد ياسين مرزوقي لماذا ليس عندنا موبيليس في القطاعات الأخرى ليس عندنا مؤسسات خاصة اللي راح تستثمر بطريقة مباشرة في الخارج رأينا مثال اظن ناحس ما المثال واحد هو ربراب اللي كان راح يستثمر في إيطاليا يعني استثمار مباشر كان عندنا شركة الخاصة كوندور إيريس اللي راح تصدر كان كوندور ربراب ثاني شركة 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 تصدر كوندور راح تستثمر؟ نحن نتحدث عن مناخ الأعمال في عجلة كذلك عندنا اتصالات الجزائر فتحت الجري تليكم أوروبا لمقرها في فالانسيا وبعد أيام سيتم تدشين شركة هذه راح نزيد وندخل بها السوق الأوروبية كيف كيف استثمار مباشر؟ استثمار مباشر لا يتحدث عن هذه الساعة كان شراء المقر وشراء الليصنس يعني اليوم نستعمل الليصنس نحن نفسها قوية جدا في إسبانيا يعني هذه تأثير تجربة يجب ان نتابعها بعد أيام سيتم تدشين شركة وتدخل تبدأ تشتغل نفس المجمع نفس المجمع لماذا نرى شركة خاصة خاصة تستثمر نعطيك نقطة في هذا المجال بيع الجلع في قطاع الاتصالات الجزائريين يقول لك أنا وكون عندي بجئة مليار دولار نستثمره بعد خمس سنوات كل سنة ندخل عشرة مليار دولار للجزائر لكن لا يوجد قانون الصفاقات العمومية إذا ندروا العراقيل ونهار كامل كور دي كونت والجياف لا نستطيع أما فيما يخص سيدة يسعد البراب لم يختياره لم يختياره من الجزائر كان عنده مشروع بلارة جراوه لمدة خمس سنوات الذي تعصره الإماراتيين فيما بعد ذلك لا قطريين قطريين مشروع يعني نفس المشروع كان في يد جزائري لا مش في يد جزائري اسمح لي كان بإمكان كان بإمكان الجزائريين استثمر فيه وبعدين مدوه الأحمد العز على حداد إلى مصر اللي رأى في السجن يعني كان حاكم لفسي وتحم ومن بعد وزير الصناعة وجاء طولوا المشروع هنا بعد الضغط 2009 ومدرمان جاء تمار حتموا عليه أحمد تمار كان وزير الصناعة حتموا عليه هبطت البرلمان عندنا وقال بلغينا المشروع أنت أحمد عيس وبقيت هكذا حابسها حتى 2013 راح سلة القطر وتفهموا باش يعود يحيي ومشروع لماذا لماذا المؤسسات الجزائرية الخاصة لا تستثمر مثل موبيليس أو مثل ربراب في إيطاليا لماذا لماذا لا تنتهي هذه النظرة الاستراتيجية انترناشونال كون تشوف مناخ الأعمال في الجزائر يعني بالبيرو القراطية وبالمعرفة وبالهاتف وهذه الحكايات كامل تكون رياح في الجزائر روح استثمر في تونس وشوف حجم الضرائب نحن اللي هنا يعطلوا في الاستثمار يعطلوا طوبوني فيه يعني الخزينة العمومية تساهم في الأرباح اللي حققها البنك جزء من الأرباح يدفعها المستثمر وجزء واحد آخر يدفعها من الخزينة العمومية وين يلقوا جنة كما هذه يعني انت كون في بلاس واحد فيهم تروح للخارج ما تلقاش مناخ الأعمال حنا فقط سمح بي تقول مناخ الأعمال في الجزائر أحسن مناخ في من قانونيين يعني منظومة القانونية والفوعد حتى المؤسسات المؤسسات الخاصة تقول أن مناخ الأعمال في الجزائر لا يسمح لنا بالاستثمار لا يسمح لنا بالتطور لا يسمح لنا بإنشاء ثروة بخلق صحيح هذا صحيح لكن نقول لك في الممارسة إذا نتكلموا عن القانون القانون يقول أنه في الاستثمار الخزينة العمومية تخلص جزء من الأرباح من الفوعد على البنك لكن في الممارسة هاو الوالي محبش هاو بعت له واحد قال له أعطني فلوس لكي ننشي الكلمة هاقل ما نعرفش حال فيها سعيد وتشريقة القانون عندنا قانون مليح يشجع الاستثمار ولكن الممارسة كيمة حكيت لانساج شكرا لانساج يخدرينها حاجة شكرا ياسين اسمح لي قطعة كلامك يعني وقت الحصة يداهمنا سنلتقي في العدد في الجزء الثاني من الحصة بعد الفاصل أهلا بكم سيداتي سادتي في هذا الجزء الثاني من حصة اللقاء اليوم سنحاول أن نوضح بكل بساطة كيف تم نهب المال العام كيف تمت بكل بساطة سرقة ملاير دينارات بل والدولارات من الخزينة العمومية حتى من جيوب الجزائريين كيف تلعب خاصة علي حداد رجل الآمال مثلا بصفقات عمومية ومن هي الأطراف التي شاركت حداد في استغلال تلك الصفقات سيدي سأعود بك قبل أن نوصل الحديث سنعود بك إلى 2016 عندما كانت الحكومة طلبت من رجال الأعمال أن يشتروا سندات سنرى هذا التقرير ونعود للحديث تفضل زميلي رجال المال والأعمال وأصحاب المؤسسات اقتنوا سندات الخزينة العمومية بقيمة تصل إلى خمسون ألف دينار للسند الواحد وكانوا قد استقبلوا من طرف الوزير لمباحثة إمكانية مساهمتهم في اقتناء هذه السندات التي حملت توقيع مقتنيها في حين قد أبدى عدد كبير منهم رغبته في اقتناء نسبة معتبر من الأوراق المالية من بينهم رئيس المنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الذي أكد وقتها أنه مستعد لشراء السندات الخزينة العمومية على مستوى الوكالة البنكية بالإضافة إلى بريد الجزائر وكدمقر الخزينة وشدد أيضا على أنه كرجل أعمال ورئيس لمنتدى رؤساء المؤسسات مستعد لمرافقة الدولة في هذا المصارى من جهته رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة والرئيس المدير العام لمجمع عمر بن عمر العيد بن عمر كان قد أكد وقتها أنه كرئيس لمجمع صناعي في مجال المواد الغدائية مستعد لشراء كافة سندات الخزينة العمومية التي قال أنه لن يتركها تتعرض للكسادة كما أكد أنه سيقتني من الأوراق المالية قدر الإمكان هو استثمار كان مربحا لرجال الأعمال لاغتنام فرصة اقتناء الأموال كما أنه كان عائدا اقتصاديا مرتفع عليهم أعمالية كانت مربحة لرجال الأعمال تقول زميلة إكرام بطاش يعني أمباد دولان بخام بليغاتر سندات يعني حكي لنا شوية كيفاش يعني ما هي أسرار تلك المرحلة شوف هي العبقارية كلها في الوجودة الكريتور في الاقتصاد والله في المالية علي حدد في العملية هذه وشفنا الفولكلور اللي كنا نشوفه فيه المهرجان هذا والطبل وكل شيء يعني ظاهرا عاونو الخازينة العممية يعطاو دراهم الخازينة العممية يزون ديبوزي دلالعجون الليكيد يعني دلالأس شوف رح ناخدو مثال على السندات متاع علي حدد في البيانة لكناب البديل والسي بي رح نبسط يعني كل واحد فيها شراء مليار دينار رح نبسط العملية ونعرض عليك إذا اعتبرنا كل ورقة من هذه تسوى مليار دينار معنتها هني مديت الحكومة أربعة مليار دينار هذا أمام الكاميرات أظن حداد اللي شراء حداد شراء سندات بقيمة أربعة مليار دينار يعني بربعمائة مليار سنتيم أوكي أربعمائة مليار أربعمائة مليار سنتيم هذا وشفناه في الكاميرات لما نبدأ نشوفوا الميلة فاتوا وشكاين كيراحت الكاميرا أنا حداد نقول لكم لا لا ردوا لي هذا ربعمائة مليار دينار هكذا ونعطيك في مكانهم السك السك هذا احتفظ به عندك وش معنى تعطيت لك ورقة والورقة هذه ندع لها أرباح بربعة فاصل تنين الأخرى سنويا يعني الأموال هذه ما تدهاش هكذا هل تعملوا لحكومة يعني في بلاسة الأموال في بلاسة الليكيديتي تعطوا ورقة يعني كضمان وكان لازم الخزينة في هذه الوقت والدولة في تلك المرحلة كانت بحاجة إلى سيولة سيولة ومن بعد أنا حداد نروح من طبطب على بنك واحد آخر نقول له أعطيني قرض يقول لي لازم ضمانات نقول له هاو كين السك خليته يقول لي هذا السك هو الضمان نطلب من السيد المخرج يعطينا الصورة قانونيا هل يعني يجوز قانونيا كنت يعني لا 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 يجوز يعطي تكور يعني لأنه الأموال أموال ما عندي في الجيب نتعوش عندك عندك تكسك هذا ما كان وما تجبدوه تخليه عندك تحتافظ به وقد تفرج معه إذن المخرج أعطينا هاولي نشوفوا وين في الوثيقة هذه نشوفوا أنه حداد الربعمية مليار ليمدهم للحكومة على أساس سنادات أرهنهم دار لهم الننتيسمو معنى هاب بالورقة هذه يروح يزيد قرض واحد آخر لكي يستعملوا في الاستثمار يعني بوالو يجب استثمار ويجب قرض بوالو ونأخذ بوالو ونأخذ على هذا الأمر كمثال السيمونتري انتع الجلفة اللي كانت هي استثمار أصلا الساكسيمنت المصرية جاءت داروا لعراق البعت وراحت إذن المشروع استولى لحداد وشركة صينية في إطار الشاركة 41 41 49 أوكي أعطينا صورة رقم 3 سيدي المخرج هنا مرسلة انتعالي حداد للبنك يقول له المركزي لا وين رهن هذا وين كين الورقة وين كين الورقة قال له أرفع الحجر على السندات هذوك رهنتهم رفضوا لأنه هذو بشي استعملهم ك ك ك ك ك ضمن المشروع المصنع الإسمنت ف راح من بعد الداخل در ركور يعني در رسالة لأحمد ويحيا كان وزير أول ومن بعد ويحيا اكتب رسالة وبشهادة وزير المالية أعطينا سورة الموالية أستاذ وزير الموالية وزير الموالية يقول لهم للبونوك وزير الأول وزير الموالية يقول لهم الوزير الأول يقول لكم دي بلوكي والدراهم أعطوه السورة السندات 400 مليار ننتهي من موضوع السندات خلاص ما بقى يحضر على السندات قال رفعوا الحجر عليهم الصورة اللي بعدها نشوف المرسلة منتع أحمد ويحيا الوزير أول الوزير المالية يعطيه أمر ويقول أعطوه أعطوه 14 مليار دينار دينار قال وتحجج ويحيا قال المشروع رح متأخر وكذا المشروع إسمانت ويقول 15 سنة 14 مليار دينار 1400 مليار سنتيم 1400 مليار سنتيم 1450 مليار سنتيم الوثيقة لبعدها وهذه ملف ره تقيل أتبين أنه البيواء و البيواء مد 11 مليار فاصل خمسة والسيبيا مد 3 مليار دينار يعني كلها رفض 1450 مليار بالسنتيم تسم رفضهم ليكيد سيولة المشروع المشروع يعطوهم في الحساب ويكمل يمول المشروع هنا كان المسؤولية لما ترجع ترجع الوزير الأول كان قادر يقول المشروع ومسؤول المشروع ومسؤول المشروع ومسؤول الغو الضمانة على الشركة الصينية يعني يصبح حدد يضمن الشركة الصينية يعني في السندات كانت لديهم حدد 400 مليار سنتيم في السيولة يعني يعني يضعها ماذا يعني ماذا يعطو السندات يعني بسحوة سهلة حدد لا يوجد مشكلة مع السيولة كيف يعني باب يعني أعطينا الصورة لبعدها دور نوضحها للمشاهدين الكرام هنا نرى البصيف حدد يعني ليس حاجة كبيرة لا يخرجون في المشاهدين المشاهدين لا يخرجون بسيولة لكن عندما نرى ما بعدها بعدها أستاذ المخرج تعليزة كثيف نرى يصبح 140 مليار دينار هذا غير في مجمع أوتيار عشبي يعني 140 مليار دينار 140 سفى 14 ألف مليار أرقام أرقام خيالية يعني 14 ألف مليار سنتيم ومن بعد بعد ما جاء حكمة سلل سهلت له جاء سيد عبد المجيد تبون بدأ يدير له الإعدارات وليس غير له ووجمع واحد وخرين قامت القيامة عبد المجيد وزير أول وزير أول قام إعدارات إعدارات قام تكملوا لي المشروع تكملوا لي المشاريع في وقتها والله نسحب منكم المشاريع هذه ونروح ناخدو لكم لكي تسميسون لكي تديرينها فالعصابة اجتمعت في العالية كما شفناهم يعني على المباشر في القنوات كانت في تلك الفترة أيضا نعم أيامات بعد قال تبون تروح تروح لا تساعدنا هنا جاءت حكم تدخل مباشر من ساعد بودفليقة مثلا لا لا العصابة كم تشاور دروا معتمر في العالية كان فيه سيدي سعيد حداد سعيد بودفليقة يعني كلها العصابة رموز العصابة كلهم كانوا في هذه الفترة جاء بعد حكومة أويحيا رغم في السجن ورايا في المحاكمة نحترم قناة الحياة تحترم قارنة البراءة لكل الموقوفين لكل يعني مازال مدام المحكمة لم تفصل يعني نحترم قارنة البراءة بعدين جاءت حكومة أويحيا واشدبت منطبعه منطبعه منطبع الفلوس لبلون شابيه لبلون شابيه قال لك باش ننزو بها المشاريع بسعش كون صاحب المشاريع هو كونيناف حداد يعني معروفين العصابة عطيلي لعندك هذا كلام عام يعني عطيلي لعندك يعني دوسية ولا بريسي يعني بريسي ونفير بريسي ونكون أهالينا في جيجل عندهم الحق يكونوا غاضبين على الحكومة ما لازم نقوله نغطيه الشمس بالغرب شوف مشروع الأول هو جينجل جينجل عنده تيرون يعني العمق يوصل حتى 19 متر يعني يقدروا يدخلوا البواخر الكبار الباناماكس وغيرهم يقدروا يدخلوا تعطل 12 سنة 12 سنة والمشروع مع الطل واحد ما تعاقب لايران 67 طريق الوطني رقم 77 ليجي من من طريق طريق سيار يدخل على العلماء باش يدير ربط مع الطريق السيار عدد في 2014 المشروع عدد وشركة إيطالية عمرها مخدمة في الجزائر عطوهم مشروع مليار ونص دولار لليوم ما زال الصيف ليفت السيز علان الذي كان وزير العمومية والنقل ستصل بلاس للمشروع يدير زيارة تفقودية بدل يضربهم على الرأس ويقوموا كما يرتبون قال نسحب لكم المشروع ونضرب لكم pénاليتي روتار وش دار لهم زائد لهم تمديد في المدة قال والله غير شوف ما تكملوه في 18 شهر نعاقبوكم بدل ما يطبق عليهم القانون والعقد اللي مكتوب فيها قال كل يوم روتار تخلصون عليه pénاليتي روتار لا سيز علان المشكل سيدي ليس في القراض لأن القراض ليست جريمة قرد بنكي ليست جريمة ولكن في القانون مثلا يعني الفرق بين مثلا الخليفة شفنا في المحاكمات الخليفة بنك مثلا كانت رجال أعمال والسياسة كانوا يروحوا للبنكة يرفضوا يعني سيولة شكاير حكذا ويديوا ولكن في العصابة كما هو متداول على حسن ما فهمتك سيكون هذه السرقات أو هذه الاختلاسات تكون مقننة بالقراض بمشي كما أرف دراهم ورح شوف قطاع البناء والأشغال العمومية والري كان قاعدة أنه يعطوك مشروع مثلا 100 مليار القيمة كاملة 100 مليار غير ثني العقد يعطوك نفون سفورفيتر يعني سبيق جزافي 25% يعني مشروع 100 مليار غير توقع العقد يعطوك 25 مليار وروح خدمت ما خدمت شواء ما يحوص عليك يعني 25 مليار تستعملهم في مشاريع واحد اخرين ولا تضربهم تجارة ولا تضربهم وشواء يعني هذا النهب هذا كان عن طريق كذلك الاستثمارات الوهمية قلنا كيف اشترى اوتل بستين مليون دولار في اسبانيا وبعدين يعني ساخيل واحد درجة ما نتصور هاش هذه اراضي التي كانت معها مسيرة صبحت مالكة يعني لالفندق للفندق يعني باش يخرج حدد يعني باش من ضلم واحد يعني من حقه استثمار تاع وشخصي من حقه يدير على اسم يعني ملك خاص عنده الحق يتصرف اعطي مثال مثلا قرجو شو من علي حدد كمثلا حكيت في مقال على مثلا تحكو رجل اعمال تحكو مثلا كيف كان ملقو تلاعبات ولكن كيف كان يتحصل على قروض هائلة من أجل مشاريعهم على الجامعة لونو مع خدمات الجامعية تحكو تحكو عادية والبنوك تتصرف تتفاوض مع الزبائي وانتحا هذا نعطيل هذا ما هو يعني كيف نبسط للمواطن كيف نخرج ملي تكنيك ملي شيف نبسط 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 وقت يخلص مع البالوش دخل المغامرة هذه إلى جاء سنة 96 كان سيحمد دوياحي على رأس الحكومة قرار يسمح به رهن العقود التي مع المؤسسات تنتعى الدولة يعني أننا عندي عقد مع الجامعة نديه للبنك يعطوني قيمة 80% من قيمة العقد وهنا بدأ يتوصل لهم عقد برك ورقة ورقة بيني وبين دوان الخدمات الجامعية وخلاص يكفي ومن بعد جامعات تعهد أنها تخلص تحكوت في القناة كنت على البنك اللي يخدم النونتسمو لذلك النونتسمو هذا كان وسيلة كيفاش نتلعبو أتصور أنت يدير النونتسمو بعد ما ينجز المشروع ما تفرت فيها البنكة كون يخلص البنكة ما كاش يخلص البنكة وتدخل في الخسائر وتدخل في هذا إذا كان قانوني يعني القانون كما نعرف وحنا ومتدول في العالم كامل القانون يديروه البرلمانيين يزيد يمشي المجلس الأمة ومن بعد يروح الرئيس الجمهورية يمضي عليه نحن هذه تعليمة ما هوش قانون نحن تعليمة احطيناها في بلاس قانون هذا هو الفرق احطينا قلت لك كينا التهرب الضريبي شوف نعرف واحد المجمع الجزيريين ما يسمعوا به يدير رقم اعمال يتروح بين 1400 مليار 400 مليون دولار إلى 900 مليون دولار لا تسمعوا أن يشعروا هذا كامل المجمع هذا بدأت النبش كيف يشعر تهرب الضريبي 10 مليار دولار لا يدير الضريبي غير حجم 25 مليار دينار وهو 220 مليون دولار هذا يعني هذا إلا يخذنا 20 سنة شوف الحجم هوليك واحد مهرب من الأسم المجمع هل من معروفين هل من هل أعمال يراهم في الحبز لا شوف أنا نفهمك حاجة كنا نتكلم عن الناس لدو درهم من البنوك وراحوا داروا بهم مشاريع هذا سرق الفيسك الضرائب ما خلص درهم وراح دار مشروع حوالي 800 مليون دولار ما خلص منه حتى دور كريدي كل شكاش يعني هذا حالة ما نذكر اسمه شوف يا أخي نور رأي العام أنا جيت من حي شعبي بسيط ما هو شخوف وإنما ما ما ندخلوش في الحكايات هذا الجبن مرات نعمة لكن الدولة اللي تحب تعرف شكون هذا تفضله مو حقيقين العدالة يحبوا يعرفوه بالواتي كله شحل يهرب هني قلت لك يدير تقريبا مليار ونصف دولار اللي يدكراريهم مائتين وخمسين مليون دولار دير 800 مليون دولار استثمارات ما خلص منهم حتى دورو كريدي كامل كاش وزاد فتح حتى شركة في الخارج وش كل سكتور عنده اكتف دك ما تقولنش الاسم ولكن في السياحة في السياحة يعني فنادق وذكر بعجلة بعجلة سيدي اهترنا على مثلين كين يعني باش من سودوش يعني الصورة كين رجال اعمال او ربما شركات يعني تتعامل صح رابح رابح مع الدولة هل هناك يعني مؤسسة صح تتعامل رابح رابح قانونيا اغلاقيا وماليا صح كين كين مجموعة كبيرة واللي ممكن يكون رمز للمجموعة هذه اللي تتعامل رابح رابح وتدي قرض في طرق قانوني هي مجمع كوندور مجمع كوندور عنده حجم كبير من الديون الديون منتع الاستغلال الاستثمارات كين عنده عنده شوية ديون استثمارات كوندور لنشوف الاستثمارات وكين مصانع كين الاخر يعني هذه حاجة عادية الكريديد الآن راح تحاول معالجة الموضوع ومنهم من ينتظر هذه تعبر على نية صادقة من السلطة أنها تحر الاقتصاد من هذه الجارات الممارسة خاصة والمسؤولين ممارسة المسؤولين لأن علي حداد ما راح سرق على طول قرض بأمر من ساعد بوتفليقة أو من عند قويحية أو كانت حقيقة ماشي هدرت عقاوي كما نقول حقيقة ساعد ساعد بوتفليقة قال كان صح حقيقة أعطي قرض فلان يعطي لا سؤال أخير أخير يعني مدام أننا في الحملة الانتخابية تبون قال أني أنا أعرف أين هي الأموال وسأسترجعها هل يعني تكنيكي مون بصفة تقنية وحقيقية يقدر يرجع هذه الأموال صح يقدر يكون يقدر يعرف وين راه الأموال يقدر يرجعها يقدر لا تبون اللي هو أخ وصديق كان في الحكومة كان في الدولة هو رجل دولة ممكن عنده ناس جابوا له معلومة جابوا له الأخر يعني كان شخص ما يقدرش ينزل عليها الوحي مدام قال الكلام هذا راه متأكد وش يقول والعصابة تقنيا هل تعرف أين هذه الأموال كلها أنا أعطيتك أنا بسيط ما عندي حتى دور في الحكومة أنا أعطيت لك وره جزء كبير جزء كبير من الأموال المنهوبة وقعت لك هوليك ورهم شكرا شكرا ياسين مرزوقي شكرا لحضورك معنا في هذا العدد نستضيفك في فرص أخرى إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك نلتقي في فرص أخرى إن شاء الله